نهارد عندنا وزي من متعودين مع حضراتكم مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتمكم لكن خلونا نبتدي الأول بالأخبار اللي حصلت مبارح واللي كان عبرزها ان السيد رئيس عبدالفتاح السيسي تفقد مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة والحكومة استعرضت نشاطها الأسبوعي في انفو جراف وكمان أخبار تانية هنعرفها في السياق التقرير اللي جاي مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح أبرزها ان الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة خاصة محور الفريق كمال عامر اللي بيعد شريان جديد داخل محافظة الجيزة وهو المحور العرضي اللي بيمر في المحافظة من جنوبها وحتى شملها ليربط بين طريقي الدائري المنيب والدائري الورع أيضاً تفقد الرئيس محور أحمد عرابي اللي بيربط ما بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كيلو متر وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه وتم ربط محور أحمد عرابي بالطريق الدائري ومحور كمال عامر عشان يكون بكده محور بديل بيحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائري حتى ميدان لبنان وميدان سفينكس بالمهندسين انبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل مجموعة من الانفوغرافات صلت من خلالها الضوء على الحصاد الإسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 14 حتى 20 يناير تضمنت الانفوغرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة للإعلان عن أسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسي التاني للعام الحالي وشددت على أن الحكومة لم تعلن عن أي تفاصيل بهذا الشأن وإنها لا تزال بصدد مناقشة مختلف المقترحات بشأن آليات تفعيل وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات أما محافظات مصر فكان فيه مجموعة كبيرة من الأحداث اللي حصلت مبارح واللي منها افتتاح ثلاث معارض أهلا رمضان في محافظة الأليوبية بالإضافة لأن واحد سيوى وضعت خطة لمكافحة سوسة النخيل أيضا تم الكشف وتوفير العلاج لـ 1620 مواطن في قافلة مجانية ضمن حياة كريمة في محافظة بنسويف وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة أبرزها إعلان محافظة الأليوبية افتتاح ثلاث معارض جديدة أهلا رمضان بداية من النهاردة في ثلاث مدن هم طوخ والخانكة والأناطر الخيرية وده لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين والتخفيف العبء عليهم بالإضافة لضخ كميات أكبر من المعروض من السلع الأساسية وتخزنها ببكيات العارضين لعدم نقص أي سلعة وللتيسير على المواطنين استقبلت واحد سيوة لجنة وزارة الزراعة لبحث تنفيذ الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل وآفات النخيل للعمل على الحفاظ على الثروة القومية من النخيل بواحد سيوة وتعظيم طرق التسويق لها لما تمتاز بي من شهرة باعتبارها منتجات عضوية خالية من الموبيدات وتم استعراض سبل مكافحة سوسة النخيل الحمراء أعلنت مديرية الصحة ببن سويف القيام بتنفيذ ققفلة طبية بقرية مهدي الأخرم بمركز الفشن مكونة من تسع عيادات في تمن تخصصات وتم الكشف على 1620 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان مع إصدار تسع قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل عدد من المرضى للمستشفيات لاستكمال علاجهم مدرية الأوقاف بمحافظة البحيرة قالت أنه تم افتتاح خمس مساجد جديدة بمراكز دمنهور، أبو حمص، والمحمودية، ورشيد بتكلفة 3.955.000 جنيه وده في إطار حرص الدولة المستمرة على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف أعلنت محافظة الوادي الجديد عن وصول وحدة الكشف المبكر عن أمراض الثدي المجهزة بجهاز المامو جراف وده في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ورفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المبكر وهتتواجد في مستشفى الدخل العام خلال الفترة من 22 والحد 26 يناير على أن يتم استكمال العمل بمستشفى الخارج التخصصي في الفترة من 28 يناير والحد 2 فبراير اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عقد اجتماع موسع مع مختلف قطاعات الشركة لبحث سبل التحول الرقمي في جميع الأعمال وأكد أن الشركة بتولي اهتمام بتطوير وتحسين الأعمال والسعي لتحقيق الربط الكامل بين مختلف قطاعات الشركة بشكل إلكتروني وتم كمان اتخاذ خطوات مهمة نحو التحول الرقمي وميكانت جميع الأعمال وأعلن كذلك إطلاق خطة العمل لإعداد قواعد البيانات ورقمنتها وتحديد الاحتياجات من الأجهزة والمعدات وميكانت نظم العمل وتوفير البرامج والحلول التكنولوجية وميكانت كل الخدمات المقدمة للمواطنين مع تقديم الدعم الفني والتقني والمؤسسي للمنظمة أعلنت مديرية الطب البطري بالغربية أن إجمال ما تم تحسينه من الماشية وصل ل259 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة وده خلال الحاملة القومية الثالثة لعام 2022 نين راسترين